فتر القدم أو القدم الرياضية هو مرض فتري بيجي بين أصابع القدم وممكن ينتشر في كعب القدم وبيخف بالعلاجات لكن عيبه أو مشكلته أنه دايما يروح ويرجع يروح ويرجع الأعراض بقع بيضة بين أصابع الرجل تقيحات والتهابات بين أصابع القدم وفي القدم نفسها وبتكون مؤلمة وبتهرش فيها حكة جديدة ممكن تصيب كعب القدم وممكن توصل للأظافر وتصبح مشكلة لأنها تبقى مزمنة في هذه الحالة وده أحد أسباب أنها دايما ترجع العلاج بتتعالج بمضادات الفطريات يا مراهم يا كريمات يا بودر لكن لازم ناخد بالنا أن هي بتحتاج فطرة طويلة للعلاج عدة أسابيع ممكن الواحد يحتاج يستخدم العلاج أربع خمس أسابيع عشان يشعر بتحسن وزي ما قلت العلاجات المتوفرة ممكن تبقى على هيئة كريمات أو رشاشات أو بودر بودرة ترجمة نانسي قنقر سلام عليكم زي ما شفتوا كده في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الفطريات القدم أو أتلس فيت ودي مشكلة يمكن بتبدو أنها بسيطة حتة التهابات أو حاجة بسيطة بين مصابع القدم لكن اللي بيعاني منها يعرف قد إيه هي مشكلة مزعجة جدا 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 وعلاجها صعب جدا 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 برضو ليه بقى؟ لأن هي أول حاجة فيه كذا خطأ بيحصل أثناء العلاج الخطأ الأولاني إن إحنا بيعايزين نعالج يوم ولا اتنين وتخف لكن هي بتحتاج علاج عدة أسابيع والخطأ التاني إن إحنا بيستخدم نوع واحد من المراهم أو السبري أو البودر لكن في الحقيقة إحنا بنحتاج نجرب كذا نوع يلا نوصل للنوع المفيد لينا مش كلهم مفيدين لكل الناس مش كل أنواع العلاج مفيدة لكل الناس الشيء الثالث بقى إنها لما بتكون انتشرت لحد الدوافر ودخلت في الدوافر دي مشكلة هي بتخف والجلد بيخف وبين الصوابع بيخف لكن بيتنته الفطر موجود في الأضافر يرجع بعد شوي ولذلك عايز تعالج فطرة طويلة وعايز تعالجها مباشرة وعايز تجرب كذا نوع من العلاجات عشان توصل للعلاج الأفضل أو الأنسب ليك اللي هو فعال 100% وغير كده وكده بقى في حاجة تانية مع كل الحاجات دي ممكن تتعزم وتلايش وانا كنت بتعزم مع الناس اللي بيراجعوني فيها لحقا وانا شخصيا كان عندي برضو الفطر ده وكان مطلع عيني لحد اما توصلت لشيء اسمه بايو اويل انا مش بعمله دعاية ولا ببيعه ماشي لكن هو بالأمانة انا استخدمته ارتحته جدا الزيت حيوي او زيت يعني مش معرفش بيستخلصه ازاي لكن هو اسمه بايو اويل او يمكن في ناس بتسميه اورجانيك اويل او كده زي ما انت شايفين كده النوع اللي بيتبع هنا في قصدنا في الفلبين هو يمكن مصنع في جنوب افريقيا احتمال يكون مصنع في جنوب افريقيا الاسم بتاعه يحب يعني بقى يدور علي لان بالأمانة دي يعني نصيحة كده الوجه اللي عشان الناس بتتعذب الاويل ده تحطه على اصبعك وتحطه بين صوابع رجلك فعلا فعلا الاعراض بتنتهي خلال على طول هو صحيح بترجع تاني بس ما هو كل مرة ترجع تحط نقطتين تلاتة من دول بتتحسن على طول خلال نفس اليوم لكن الاول كان الانسان يحط المرامو كده انها اربع خمس ست ايام على ما يبتدي يشعر بتحسن وعلى ما يتحسن يمكن تاخد اصبعين تلاتة لكن ده مجرد ما بتحط نقطتين تلاتة البيو اويل ده فعلا بتتحسن ودي بقى ايه مش كدكتوره لا لا دي دي حاجة كمستخدم وكمريض وبقولها لكم كده لواجه الله فاللي حب يجربه بقى وبرضو في ناس تحط ايه بودرة التلج اللي هو البيبي بودر ده بس دي عبها طبعا لما ممكن بين اصابع الرجل وبتنشف بتبقى خشنة تهيج الجرحة اكتر لكن لما الواحد رجله تكون خلاص قربت تخفه ما تكونش ملتقى بقى اويل ممكن يستخدم هذا الجنسون بودر ديت ولا البودرة على اساس البودرة بتخلي ما بين الصوابع جافة طبعا ما تنسوش ان احنا لما بنغسل صوابع رجلنا لازم ننشفها كويس بيفوطة نعمة ما تكونش خشنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته